بداية تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوقر ولاية التيرت وبعض معلومات واردة إليها من توقيف مركبة سياحية على مستوى طريق الوطني رقم 23 وبعد تفتيشها تم العطور بتجويفها هذه المركبة على كمية من الذهب مقدرة بـ 974 جرام المركبة كانت قادمة من ولاية شرقية حيث تم إحالة القضية على جهات الوصية ديار بن داود دراسة التالية في إطار معينة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تمكنت الفرقة المتعددة المهام لجمارك بالسوقر التابعة لمفتش أقسام جمارك تيرت إقليم المديرية الجهوية لجمارك شلف من حجز 974 جرام من معدن الذهب على متن سيارة سياحية كانت قادمة من إحدى الولايات الشرقية بدون وثائق تثبيت الحيازة الشرعية لها كما تم إحالة ملف القضية على الجهات القضائية المختصة ترجمة نانسي قنقر